هل يمكن أن تتكرر أو يتكرر هذا الزلزال في منطقة أخرى؟ أقول لكم بصدق أيها الأحبة وحسب الدراسات العلمية كل واحد منا معرض للخطر يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد في بداية هذا اللقاء أيها الأحبة أدعو الله عز وجل أن يتغمد برحمته كل الذين اختارهم الله للقائه الموت أيها الأحبة هو اختيار لله لك الله هو الذي يحدد الله هو الذي يحدد لحظة لقائه سبحانه وتعالى وأدعوه عز وجل أن يرحم هؤلاء الصغار الأطفال الحقيقة آلاف من الناس فقدوا حياتهم وآلاف من المصابين وآلاف عشرات الآلاف فقدوا أحبتهم كل هذه الكارثة أيها الأحبة لا تساوي ذرة أمام زلزلة الساعة التي سنتعرض لها جميعا ولكن هنا أحببت اليوم أن أقول الدعاء يصل أيها الأحبة لذلك عندما ندعو بالرحمة لهؤلاء الذين فقدوا حياتهم بشكل مفاجئ من دون ذنب هو قدر الله عز وجل هي إرادة الله سبحانه وتعالى فهذا الدعاء إن شاء الله يصل أحبتي في الله لأن الإنسان إذا مات إن قطع عمله إلا من ثلاث ولد إحدى هذه الثلاث دعوة تصله من ولد صالح طب إذا وصلته الدعوة من صديق من محب من متعاطف كله يصل أيها الأحبة الدعاء كله يصل إن شاء الله يعني يجب أن نتفائل برحمة الله سبحانه وتعالى طبعا في هذا الموقف أيها الأحبة الدعاء هو سيد الموقف كل الأنبياء أنجاهم الله ببركة الدعاء كل أنبياء الله الذين تعرضوا لمحن وشدائد وتعرضوا لكوارث أعظم من هذه الكارثة سيدنا يونس عليه السلام تعرض لأعظم من هذه الكارثة بكثير التقمه الحوت في ظلمات الليل فدخل إلى بطن الحوت ومكث في ظلمات بطن الحوت وغاص الحوت به عميقا في ظلمات البحر نحن نعلم أنك إذا نزلت إلى الماء لأكثر من مئتين متر تقريبا لا ترى شيء يسود ظلام شبه تم ولكن ما الذي أنقذ سيدنا يونس أنا هذه قضية مهمة أحبتي في الله أحببت أن أتذكرها معكم أحببت أن نحفظ دعاء سيدنا يونس عليه السلام لندعو به الآن في وقت الرخاء لا ننتظر حتى تأتي الشدائد في كل يوم تذكر قصة هذا النبي الكريم يونس عليه السلام تذكر كيف عاش تلك الظروف الصعبة تذكر نفسك مكانه كم من الخوف والرعب والضيق واليأس ولكن هذا النبي العظيم لم ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذا الدعاء والله أيها الأحبة دعاء عظيم فيها اعتراف بظلمنا لأنفسنا من منا لم يظلم نفسه اليوم ونحن نلهو ونعبث أناس الآن الآن ينامون في الشوارع ليس لديهم بيت أو بيوتهم تعرضت لدمار أو تعرضت لمشاكل من المحتمل أن تسقط في أي لحظة طيب هؤلاء أنت تعيش الآن تجلس وتستمتع بالحياة وهناك الآلاف يعيشون في العراء ينبغي أيها الأحبة أن نحمد الله عز وجل على نعمه ونعترف بظلمنا لأنفسنا ماذا قدمنا لهؤلاء للأسف لا شيء طيب على الأقل ندعو لهم يعني إذا لم تستطع أن تقدم أي شيء لمن يحتاجهم أقل شيء الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اعتراف بوحدانية الله سبحانه وتعالى ونحن نعلم أن لا إله إلا الله هي مفتاح دخول الجنة لا إله إلا أنت لن تصل إلى الله إلا باعترافك بأنه إله واحد لا إله إلا أنت سبحانك يعني تنزهت وتعاليت وتعظمت يا رب أن تعجز عن إلقادي كلمة سبحانك أحبة في الله فيها معاني عظيمة جدا في حالة الضيق الله تعالى يقول فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون يعني هذا النبي الكريم تذكر التسبيح في حالة الشدائد فدعونا نتذكر التسبيح في حالة الرخاء أحفظ هذا الدعاء رجاء أخي الحبيب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هي تسع كلمات فقط لن تكلفك شيئا تقولها خلال خمس ثواني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذا النبي الكريم عندما عترف بوحدانية الله وقال سبحانك التسبيح هو التنزيه التعظيم التقديس التقدير أن تعظم شأن الله عز وجل كأنك تقول يا رب أنت لا تعجز أن تنقذني لا تعجز أن تنجيني سبحانك يعني تعاليت عن العجز تنزهت عن العجز فأنت القوي أنت القادر على أن تنجي عبادك فأنت القائل وكذلك ننجي المؤمنين لذلك ذنون عندما ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه أن لن نبتليه ونختبره فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له تأتيه الاستجابة مباشرة ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين إذن أنت إذا كنت مؤمن ستضمن النجاة إن شاء الله طيب هل يصل الدعاء لمن يموت أيها الأحبة أنا باعتقادي أن أعمال البر والدعاء والصدقة وأي عمل يرضي الله وتدعو الله أن يصل إلى شخص معين يصل بإذن الله لماذا بكل بساطة أيها الأحبة من دون أن ندخل ما هو الدليل وغير الدليل الله عز وجل يعطي المؤمن ما يشتهي في الدنيا والآخرة المؤمن مكرم عند الله أخي الحبيب ولقد كرمنا بني آدم والمؤمن له ما يشتهي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ماذا قال دقيق معي هنا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إذن أنت منصور في الدنيا أيضا يعني لا تظن أن المؤمن يعيش حياة قاسية تعيسة في الدنيا ويوم القيامة له ما يشتهي لا هو في الدنيا مكرم أيضا ونبينا عليه الصلاة والسلام دعا كثيرا واستجيبت دعوته فإذن الدعاء أخي الحبيب هو الذي ينجيك من المهالك والكوارث والمصائب ولكن لن ينجيك من قدر الله لأن كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ستذوق طعم الموت والقرار عند الله سبحانه وتعالى يعني ملك الموت ليس جالسا الآن ينتظر حتى هذه السيارة تصدم هذا الشخص فيأتي ليقبض روحهم ولا ينتظر حتى تأتي ظروف طبيعية لتحدث زلزالا في منطقة معينة فيأتي ليتوفى هؤلاء الناس لا يا أحبتي هذا الذي توفي في الزلزال أجله مكتوب عند الله من قبل أن يخلق حتى من قبل أن يخلق الله الكون بأكمله كل في كتاب مبين ما فرطنا في الكتاب من شيء لم يغادر شيئا إلا وكتبه في الكتاب المبين اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى كل في كتاب مبين لذلك عندما نقول وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله إذن الموت يحتاج إلى توقيع من الله ولله المثال الأعلى يحتاج إلى إذن أنت اليوم إذا كنت موظف في أي شركة أو أي دائرة أو أي مكان وأردت أن تفعل حتى الأشياء الصغيرة تحتاج لإذن من صاحب العمل طيب أي نفس ستموت تحتاج لإذن من الله يعني ملك الموت لا يعمل من تلقاء نفسه وملك الموت لا يعلم الغيب ولا يعلم متى تنتهي حياة فلان أو فلان ينتظر الإذن من الله سبحانه وتعالى إذن ما دام الموت بإذن الله وما دام ما بعد الموت هو لقاء الله فإذن بالنسبة للذين ماتوا طبعا إذا كانت أعمالهم صالحة وكان يرجو رحمة الله المجرم والله مهما كان وضعه لن يلقى مصيرا جيدا المجرم المغتصب الإنساني الذي يؤذي الناس يأكل أموال الناس كيف تريد أن يكرمه الله وهو ظلم نفسه أصلا لذلك نحن عندما نقول إن من يموت في مثل هذه الحوادث وحسب ما أكد لنا النبي عليه الصلاة والسلام هو شهيد ولكن بشرط أن لا يكون من المجرمين من القاتلين سيحاسب على أعماله أما الإنسان العادي لديه أخطاء يسأل الله المغفرة تسأله لماذا يقول لك والله أنا مقصر أسأل الله أن يهدينا يعني إنسان عادي هذا نسأل الله أن تكتب له الشهادة لأن النبي عليه الصلاة والسلام له عشرات الأحاديث التي تؤكد أن المبطون والغريق ومن يموت محترقا وكل من يموت في حوادث لا ذنب له فيها هذا إن شاء الله يكون شهيدا بإذنه تعالى ولكن بشرط أن كما قلت لكم أن لا يكون مجرما أو قاتلا أو أكل أموال الناس أو مثلا أشرك بالله أمره إلى الله على كل حال أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى طيب القضية الثانية أيها الأحبة بالنسبة لي يعني السؤال وردني أنه هل يمكن أن تتكرر أو يتكرر هذا الزلزال في منطقة أخرى أقول لكم بصدق أيها الأحبة وحسب الدراسات العلمية كل واحد منا معرض للخطر كل واحد على كوكب الأرض أصلا كوكب الأرض موجود في مكان مليء بالأخطار مليارات النيازك ومليارات الحجارة والكويكبات الصغيرة كلها موجودة بالقرب من الأرض وتمر قريبا من الأرض وسبحان الله لا تصيب الأرض والعلماء يجهلون لماذا لماذا الأرض محفوظة برعاية الله ولكن من المحتمل أن تنتهي الأرض بكارثة كونية من المحتمل أن يأتي نيزك من السماء ويضرب في أي منطقة وهذا احتمال كبير لا يستطيع أحد أن يتنبأ بذلك لأن كما قلت داخل المجموعة الشمسية هناك مليارات النيازك التي تمر بالقرب من الأرض ومنها ما يمر لمسافات قريبة جدا ولكن رحمة الله تصرفه عنه فإذا أنت مهما كنت محصا ومهما كنت في مكان تعتقد أنه آمن أنت لست آمنا من نيزك يأتي ويضرب الأرض في لحظة ولا يستطيع أحد إيقافهم يعني العذاب أيها الأحبة قد يأتي من 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 تحت أرجلنا كما في القرآن الكريم أو من فوقنا يعني لا نأمن أفأمنوا مكر الله لا نأمن مكر الله أيها الأحبة لا نأمن العذاب لذلك يعني يجب أن نعود إلى الله يجب أن نقوي علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى لأنك في النتيجة ستقف أمام الله وتقف وحيدا ويوضع كتابك ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا إذن أخي الحبيب ليس لك إلا الله إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة مطمئنة خالية من الخوف يجب أن تتقرب من الله وتبتعد عن الدنيا وزينتها كل من غمسنا في الدنيا زادت مخاوفنا لذلك تجد الإنسان في حالة رعب عندما يسمع أي خبر زلزال وقع في منطقة قريبة يخاف وباء يضرب منطقة معينة يخاف احتمال حدوث سونامي في مكان معين يخاف احتمال مثلا أن تحدث حرب في منطقة معينة يخاف انهيار اقتصاد يحدث في منطقة معينة يخاف طيب يعني معقول ممضي حياتنا مخاوف هذا ما يريده الشيطان إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين إذن القضية تحتاج إلى إيمان ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إذن دائما يربطك القرآن بالإيمان قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى كلما كان إيمانك قويا بالله عز وجل ثق تماما ستعيش حياة مطمئنة كما قال تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ما هو الشرط وهو مؤمن شرط أساسي ما هي النتيجة فلا نحيينه هذا في الدنيا فلا نحيينه حياة طيبة ماذا عن الآخرة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إذا عملت بهذا المقدار تأخذ أحسن منه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إذن نسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة للجميع وأن يلطف بأهلنا في هذه المنطقة وفي كل مكان طبعا ونذكر دائما بالدعاء ونذكر بضرورة أن تحفظ هذا الدعاء أخي الحبيب احفظه الآن رجاء وكرره سبع مرات كل يوم كلما أحسست بالخوف كرر هذا الدعاء لعلاج الخوف لأنه يقربك من الله ويجعلك تطمئن ويجعلك يعني قريبا من الله أكثر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته